أدالت مصر بأشد العبارات قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النزحين في مدينة رفح الفلسطينية والذي أصفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين اعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن هذا الحدث المأسوي يعد إمعانا في مواصلة استهداف المدنيين العزل وسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية قوة قائمة بالاحتلال وتنفيذ التدبير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية كما جددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية